للمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين ينضم إلينا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بك محمود وفريق الألعاب الجوية المصري النصور الفضية تتألق في سماء العالمين التفاصيل معك محمود تفضل فعل أبطال القوات الجوية المصرية تألقوا اليوم في العروض المبتائية في سماء مدينة العالمين الجديدة استعدادا بالطبع لبدء العروض المشتركة مع القوات الجوية السعودية كان هناك عدد كبير من الاستعراضات الجوية المختلفة التي أبهرت كل الحضور وكل الزائرين في منطقة النورث سكوير بمدينة العالمين الجديدة وكان هناك تجهيزات تتمت على أعلى مستوى ليكون هذا العرض يليق بكل زوار ورواد مدينة العالمين الجديدة والحياة الاستعراضات المختلفة التي تمت في سماء مدينة العالمين الجديدة تدل بالطبع على قوة وروعة أبطالنا من القوات الجوية المصرية وغدا سيتم استكمال هذه العروض بمشاركة القوات الجوية السعودية وسيكون هناك عروض مبهرة في سماء مدينة العالمين غدا في السادسة مساء وهذا يأتي بالطبع ضمن الفعاليات المتنوعة والمختلفة لمهرجان العالمين الجديدة وربما كنا نرى فرحة الزائرين بهذه العروض اليوم وهذا ما يشير إلى أن العروض غدا ستكون بشكل أقوى وستكون بشكل مبهر أقوى وأكبر في سماء مدينة العالمين الجديدة وبالتأكيد هذه العروض تأتي استعدادا لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي سينطلق في مطار العالمين الدولي في الثالث من سبتمبر المقبل ويستمر حتى الخامس من سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من مئة دولة وأكثر من ثلاثمائة شركة متخصصة في الطيران والفضاء وأيضا سيتم خلال فترة المعرض بعض الاستعراضات الجوية من الطرازات المختلفة للطائرات وهذا نقلة نوعية وأكبر حدث في الشرق الأوسط وإفريقيا ويأتي طبعا برعاية القيادة السياسية المصرية فهذا أيضا يدل على مدى التعاون مع الدول في مجال النقل الجوي المختلف خاصة في ظل مشاركة دولية كبيرة هنا على أرض مدينة العالمين الجديدة فبالتالي هذه العروض الجوية ستستكمل غدا أيضا هنا في مدينة العالمين وفي منطقة النورث سكوير بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الأخرى المستمرة في مهرجان العالمين الجديدة سواء نتحدث عن الفعاليات الفنية والثقافية التابعة لوزارة الثقافة في المنطقة الترفيهية فيما يتعلق بالفنون التراثية والفنون الشعبية أيضا والطنورة بالإضافة بالطبع إلى الاستعداد لوجود بعض مباريات كرة السلة يوم الجمعة القادمة في ملعب كرة السلة في المنطقة الترفيهية بالإضافة إلى أن هناك أيضا الاستعداد للحفل الأكبر والأضخم وهو حفل الفنان ويكز يوم الجمعة في منطقة اليو أرينا مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية اتسم بالعديد من الفعاليات المتنوعة وجذب أكبر عدد من السائحين أيضا أثناء وجودهم هنا في مدينة العالمين الجديدة وربما كنا نرى الإقبال منذ الأمس وحتى اليوم على الأماكن المختلفة التي تشهد فعاليات مهرجان العالمين الجديدة خاصة هذه المنطقة التي نتواجد فيها منطقة النورث سكوير وبمجرد أن تم الإعلان عن العروض الجوية التي ستكون في سماء مدينة العالمين الجديدة رأينا الإقبال من الزائرين من مختلف الفئات والأعمار يتواجدون لمتابعة هذه العروض بصورة حية ومباشرة في سماء مدينة العالمين الجديدة وكان هناك حالة من الإنبهار والسعادة بهذه العروض ومتى تألق القوات الجوية المصرية في هذه العروض في سماء مدينة العالمين الجديدة وبالتأكيد سنتابع معكم هذه العروض التي ستستكمل غدا بالتعاون مع القوات الجوية السعودية والآن عودة إليكم مرة أخرى تفاصيل المهرجان كلها مبهرة محمود جميل مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك